إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره نعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين من الجميع من العلومين وكذلك الله سبحانه وتعالى اتحسد في حياتنا حتى قبل المبدأ من المباشرة المباشرة في الحياة المباشرة 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 يمكن أن يقوم بحاجة في حياة الهدى المباشرة فيما يكون كل المباشرة هذه الدنيا وآخرة فيها وكل حيات هذه الدنيا وآخرة تستطيع أن تقوم بسرعة منها الليلة التي تتساعد في حياتك مباشرة ومباشرة ومباشرة في حياتك كما تعلمون من قبل 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 ومن لدنا عندي هي أهل من الأحيان المريضة بين 60 و 70 سنوات نوح عيه السلام يمتل 1.700 سنوات آدم أكبر ألا أهل من 1.000 سنوات مطلبوا بعد قبل 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 قابل الثاني لكن لنا وفكرة غنالنا جدا حيث الله سبحانه وتعالى أبلادت هذه الأمة في ليلة القدر في هذه النهاية تتبعون الله سبحانه وتعالى من صحيحة ومؤمنة تتوقع أنه فقط منه إنه أفضل من أن تتبعونه 83 عام و4 موانات أفضل من 83 عام و4 موانات تتبعون إذا تتبعون الله سبحانه وتعالى 10 ليلة القدر, 20 ليلة القدر, 30 ليلة القدر كيف ستكون عامك وعامك أين يجب الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أننا نحن من محمد ونحن لدينا هذه مجددات ومؤمنة من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سوف يبدأ المغرب سوف يبدأ المرأة الأولى من الأخيرة 10 ليلة رمضان في المرأة 20 ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يديد أن يسأل قدر من الأبن والمأة يدد أن يمط في المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرأة ثلاغ تسبب القعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو لأنه يتم ت спас quantity ومنشل لنا النارب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق كل شيء ويقفل كل شيء من أجل المهمة حتى يقفل يقفل الله ويقفل الله سبحانه وتعالى وكان رسول الله حتى الآن هذا مهم جمع إذا لم نأخذها لا نستطيع أن نستطيع إذا لم نستطيع أن نستطيع لا نستطيع أن نستطيع الارضة الأنحة ومنذلك سيبقل حتى الضعوة لأن الله يقومونونونين إلى العراء الله يظهرون المسجد الله سبحانه وتعالى لأنه سيبقا كيف سيبقى الدنيا سيبقى ماذا عن أجل الجزء؟ سيبقى وقاموا إلى المسجد وفقاقوا إلى المسجد لأن الله سبحانه وتعالى يرى أحد ليلة القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيساعد لكل مدرسة من يتحقه من تحصل هذا المكتب مدرسة من الله سبحانه وتعالى ليس فقط مدرسة ليلة القدر هي المتعامل لتحصل على الجنة ومعالجات المتعاملين في الجنة ليلة القدر هي المتعامل لتحصل على المساعدة والله من المشاعدين من اللهم انحكم مر SHieben لبناغ associated في ال Elena lqadr وكيداwa مثل اطاق من المشاعدين من الليلة القدر مع ميت وكيداون ذات عبادة ودعاء للأيرا القدر دعونا كل مهم في حياته ودعونا من كل مهم عفوه وحسنه لأنه لم يكن لم يكن أخير من هذا الناس ليلة القدر هذا النهائي في الذي يقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ حقاً نحن قرأت القرآن في ليلة القدر القدر ليلة القدر ليلة القدر هو الأشياء مبت Municipal لأنها أشياء مبتد، ليلة القدر من دكري ليلة القدر مجرد الله سبحانه وتعالى في هذه الناس كما قال الله سبحانه وتعالى آخار كمي سبحانه وتعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه المرات الله سبحانه وتعالى ي figured out every wise matter every wise issue is being decided in Leila-til-Qadr who will be married who will have new babies who will be extended in his life until next year and who will die before next Ramadan who will have new job who will have more risk والتي ستهابت من ايجادة من رزق والتي سأểnب ننazy الله والنسبة الطبيب عليه الصلاة والسلام والتي ستتسئل الصلاة والسلام و النسبة الطبيب عليه الصلاة والسلام كل شيء يترى Bulge في BL خاصة عبادة خاصة ص Invitation خاصةifications 꼭 خاصة بص write جل جلاله وقال لك دهاء الله سبحانه وتعالى سيأخذ كل شيء لك في مرة أخرى نحن كثيرين بإمكانك بإمكانك هناك و هناك وإنهاء كلنا بإمكانك لا يوجد مفترض لكن الذي يحاول المفترض يمكن أن يجعل كل شيء بسيطة إذا كنت تبعه في هذه الليلة إذا كنت تبعه في هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر ومن المفترض ليلة القدر هو مفترض 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندقاء في هذه الليلة مهمة أكثر من المفترض المفترض تظهر كم مفترض مفترض من المفترض من المفترض الله سبحانه وتعالى سمع المفترض من المفترض جبريل عليه الصلاة والسلام من المفترض من المفترض على المفترض لإمكانك ليلة القدر على المفترض من المفترض هذا السبب كثير من الصلاة والسلام وتحتك الليلة من المفترض ومفترض لإمكانك من المفترض وإنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وكيف تتعلم محمد مالذي ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر حقاً أفضل من أكثر 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 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الأنجل والروح والجبريل يأتي بإذن ربهم بإذن ربهم بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر إنه مرحباً جداً من المغرب إلى المغرب مرحباً جداً الشيطان لا يمكن أن تجد أي خطأ أنت لست منظر أي خطأ هاتف مزيد من الأعلى أو من جين ذاً يجب أن يكون مجرد بإذن رحمة وممت 들ه فريد فراحة فقط في بعض الوقت من حالها أليس صوتي إذا كنت نحن نقيم الله سبحانه وتعالى طبعاً نجد أن نقوم بسهلت بشكل مفيدة في هذه الحياة أغير أفتر يکن الله سبحانه وتعالى من نظر المفيد من ليلة القدر أفولهم أتسمعون أدعوا الله أنتم موقنون بالإجابة أما بعد أعليكم أخوة والأخوة أفضل الأفضل من هذه النهاية الأخوة الأخوة هي أن تبحث عن سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحن نفعله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يتقل من أجوه عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئذر أو شد المئذر وأحيا اللي وأيقظ أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تفعل ثلاث مئذر الأول هو أن يشد المئذر يجب أن تفضل أو أن تفضل أو أن تفضل يجب أن تفضل لماذا؟ هذا هو ميتافور لأن إجدهاد يجب أن تقلق الآن هو الوقت أن تفضل أفضل أفضل يجب أن تفضل ويجب أن تفضل ويجب أن تفضل من الحلال من هذا الحلال هذا الحلال ولكن هذا ليس الوقت ليس الوقت هناك أشياء ويجب أن تفضل من هذا الحلال أفضل أحيى الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب أن تفضل لا يجب أن تفضل في هذه الحلال أن تفضل أن تفضل مع صلاة قيام الليل تهدد لأن صلاة تحتاج كل شيء قراءة القرآن ويجب أن تكون في حلال الله ويجب أن تفضل صلاة تحتاج كل شيء فهناك من تفضل بين صلاة وقرأة القرآن وقرأة دعاء والذكاء أحيى الليل لا يجب أن تفضل وَأَيْقَدْ أَحْلَ وَأَيْقَدْ أَحْلَ وأنه ستجد من هنا ستجد الزراج لأن هذا تقليل على كل أبت وكل أبت أنت تقليل لذلك ومن هنا تقول يقولون الاتقاف هذه المنطقة جميلة جميلة السنة العليل لم يستخدمها في حياته هذه السنة مستخدمة سنة لديك الممكن أن تفعلها أو لا بعض الناس يذهب إلى السنة ويقومون بحقات مجرد أو أبي أو أبي يحتاجه ويأتي إلى المسجد تفعل سنة ويقومون بحقاته بحقاته ويقومون بحقاته ويقومون بحقاته ويقومون بحقاته السنة الأول من ذلك أصدقائي أخواتي لدينا جميعا والله صلاة الظهر في جماعة هو أكثر من كل تهجب صلاة الظهر صلاة العصر هذا هو مجرد ويقومون بحقاته وصلاة الليل ويقومون بحقاته هذا مجرد نعم لكن أولا الله سبحانه وتعالى أولاً لتحقق فرائدك ويقومون بحقاته ويقومون بحقاته ويقومون بحقاته بالحقاتك إلى المسلمين من أبواتك من أبواتك من أبواتك من أبواتك ويقومون بحقاتك من أكثر مستعمل من عبادة في هذه المنزلة ويقومون بحقاتك كما يمكنك ويقومون الى المسجد ويقومون بحقاتك يقومون بحقاتك الإعتقاف والإعتقاف إعتقاف الى الحقات بالكماد سوفانجهم متدري في تلك المنزلة May Allah سبحانه وتعالى bestow His mercies upon all of us in these nights And may Allah سبحانه وتعالى make us from the winners of Laylatil Qadr And may Allah سبحانه وتعالى give us the ultimate reward and goodness Which He gives His slaves in these nights And may Allah سبحانه وتعالى support all of us to worship Him As He is pleased with us in these nights اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدابنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آس نفسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجبنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اجعلنا من الفائزين في رمضان اجعلنا من المرحومين في رمضان اللهم غنمنا ليلة القدر يا رحمن اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا أكرم الأكرمين اللهم واكتب لنا فيها عظيم الأجل وحط عنا فيها كل ذنب ووزب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشري مرضانا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين وقض الدين على المدينين من المسلمين والفسكرب المكروبين من المسلمين اللهم أنجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان أنجل مستضعفين من المسلمين في الهم أنجل مستضعفين من المسلمين في الصين أنجل مستضعفين من المسلمين في فلسطين أنجل مستضعفين من المسلمين في فلسطين أنجل مستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم وانصر المجاهدين في غزة يا رب العالمين اللهم قوي شوكتهم ووحد صفوفهم وسدد رميتهم وانصرهم على علوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هزم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم وعونهم وشايعهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا نصرا مبينا اللهم اهزم اليهود وأعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين اللهم آمنا في أعطالنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وتع الولاية في من خافك والتقام واتبع هداك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن أعذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين